السلام عليكم عشاق هواتف اونور اونور 80 برو تأكيد رسمي على ابرز ميزة سيأتي به هذا الهاتف من دقة الكاميرا ومن الديزاين الرائع والخرافي كل هذا ايزاي الكرام واكثر شفاء تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو ولكن قبل بدأت منكم دعم القناة بقوة لكي نصير بسرع المعترف مشارك فضلا منكم رئيس اغمرا بالضغط على زر اشتراك وفعال زر الجرس واختر الكل وطوة وال ولا تنسى دعم القناة ماديا اذا اغردت عبر الضغط على الزر تشكرات ميرسي او تانكس تابع الفيديو حتى النهاية تستعد شركة اونور لعقد حدث في الصين في 23 نوفمبر من هذا الشهر للكشف عن الهاتف الجديد اونور ماجيك في اس القابل للطاي وسلسلة اونور 80 التي ستكون من اربعة طرز وهي الانور 80 والانور 80 اس اي والانور 80 برو والانور 80 برو بلاس يقال ان هاتف الانور 80 برو بلاس مزود بكاميرا خلفية بدقة 160 ميجا بيكسل لأول مرة لكن الشركة تؤكد هذه المعلومات بعد او الشركة لم تؤكد هذه المعلومات بعد اليوم اعلنت العلامة التجارية الصينية ان هاتف اونور 80 برو سيحتوي على كاميرا بدقة 160 ميجا بيكسل مواصفات كاميرا هاتف الانور 80 برو حسب التسريبات وحسب موقع ويبو كشفت شركة اونور في منشور عبر موقع ويبو كما ذكرت منصق يظهر هاتف الانور 80 برو مع وحدة كاميرا امامية مزدوجة في اعلى منتصف الشاشة تقول الشائعات ان اونور 80 برو بلاس سيحتوي ايضا على كاميرا مزدوجة والتي ستكون مزيجا من وحدة بدقة 50 ميجا بيكسل وفقا للمواصف التشويقي يفيد النص المكتوب على الصورة ان كاميرا الهاتف تدعم ما يصل الى 160 ميجا بيكسل ويشير ايضا الى ان اونور ستستخدم مستشعرا منخفضا دقة الالتقاط صور بدقة 160 ميجا بيكسل مع حيال برمجية لم تؤكد شركة اونور صراحة بعد وجود هاتف اونور 80 برو بلاس من السلسلة ولكن نظرا لان منشورها على ويبو يستخدم كلمة سلسلة او سيريز للترويج للكاميرا التي تبلغ دقتها 160 ميجا بيكسل في السلسلة فان هذا يؤكد بشكل اساسي انه سيكون هناك اكثر من هاتف واحد في سلسلة الانور 80 يتميز بكاميرا بدقة 160 ميجا بيكسل اكدت الشركة سابقا ان اونور 80 سيعمل بمعالج السناب دراجون 782 جي سوك والخاص بالالعاب بينما سيعمل اونور 80 برو بوسط معالج السناب دراجون 8 بلاس الجيل الاول ستعمل جميع الهواتف في السلسلة بنظام ماجيك او اس ومع الاندرويد ايضا هل برأيك سيتم تزويد هواتف السلسلة باكملها بكاميرا 160 ميجا بيكسل شاركنا توقعاتك عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة وحبكم في الله مع السلامة